طيب في عندنا كده خبارين عن إسرائيل تعالوا يعني نقولهم كده أو يعني نستعرضهم مع بعض في موقع إسرائيلي قال أن تل أبيب دعت واشنطن لضرب العراق خوفا من قصفها بعد حرب الكويت موقع إسرائيلي اسمه ولا كشف النقاب عن الأولة كشف النقاب عن أن في قيادات بالجيش الإسرائيلي الحقيقة ضارت بينهم نقاشات حول الوضع في العراق بعد الغزو العراقي للكويت كان في بداية التسعينات من القرن الماضي وما ترتب على هذا الغزو من قيام الجيش الأمريكي بعملية عصفة الصحراء الموقع بحسب تسريبات حصل عليها هذا الموقع من الجهات الإسرائيلية بيعود تاريخه الـ 27 سنة فاتت ويعبارة عن محادثات ضارت بين وزير الدفاع الإسرائيلي حينها اللي كان موجود حينها يعني موشي إرنس ورئيس الأركان الإسرائيلي دان شمرون اللي كانوا الحقيقة نقشوا المشاركة في الحرب ضد العراق لأنهم كانوا خايفين أن العراق ترد بصواريخ على تل أبيب بعد مشاركة الجيش الأمريكاني تمام؟ الموقع أوضح كمان أن إسرائيل خلال الفترة من ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي أيزاك رابين أو إسحاق رابين كان عندها تخوف من قبل بغداد بالهجوم أن بغداد خلي بالكو إحنا حنقول تاني أن بغداد بغداد سوريا القاهرة أو بغداد وسوريا ومصر عندهم كان أقوى جيوش في العالم فكانت إسرائيل خايفة أن بغداد تهجم على إسرائيل بعد الحرب على الكويت وكانت بتمتلك 38 صاروخ سكود وكانت من أشهر طبعا السواريخ وقتها وصاروخ سكود كان قادر على الوصول إلى تل أبيب من العراق لتل أبيب في دقائق أشار الموقع برضو إلى أن إسرائيل كانت عايزة تشارك عايزة تشارك في عصفة الصحراء من خلال مشاركة مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي لضرب منطقة حيوية في العراق ومناطق عدة مناطق حيوية في العراق بس في اللحظات الأخيرة تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن القرار بعد الجلسة اللي عقدها زك رابين مع عدد من أعضاء الكابينت في تل أبيب ده كان تسريب التسريب الثاني مسؤول إسرائيلي سابق بيقول أرشفنا بيخب جرائم حرب يعقوب لوسبيك المسؤول السابق عن أرشيف الدولة التابع لمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قال وقال تصريح هو دلوقتي هو مسؤول سابق يعني مش في مكان أو مش في مكان رسمي وصرح أن حكومته بتاعتعمد إخفاء أرشفها المتعلق بممارسة بعض الممرسات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك لما تنطوي عليها هذه المعلومات من خطورة قد تتسبب بإحراج إسرائيل كدولة أو إسرائيل ككيان يعني صهيوني أمام المجتمع الدولي نوس بيك قال في تقرير ليه أعلنت عنه صحيفة ها أرتس العبرية وصحيفة ها أرتس من أشهر الصحف في الإسرائيلية أو من أشهر الصحف في إسرائيل طيب فهو هذا التقرير كان أول مبارح الأربع أن غالبية المواد المحتفظ فيها في أرشيف الدولة مغلقة ولن يتم فتحها أبدا وبالنسبة للقليلة المتبقية يتم فتحها وفق القيود غير معقولة وغير مسبوقة ودون أي رقابة عامة أو شفافية ده تصريح لوس بيك قال كمان أن الدولة غالبا ما تستخدم ذرائع الأمنية من أجل إخفاء مواد يمكن أن تحرجها كالمس بحقوق الإنسان الأعمال التي جرت بإسمها وأنها لا تفخر بهذه الأعمال تابع برضو أن الإسرائيليين انتكبوا جرائم حرب هنا وهناك والحقيقة كان الجهاز الشباك كان ضالع جدا في جهاز التعليم داخل القطاع العربي إسرائيل عملت مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية انتقد لوس بيك أيضا سياسة الإبقاء على الأرشيف الإسرائيلي الذي أدره خلال السنوات الأخيرة طي الكتمان وقال إن الكاشفة على الحقائق بشأن السلوك هو شرط أساسي لوجود مجتمع ديمقراطي مش خطر يجب منعه بوسطة منع المعلومات بهذه الطريقة القمعية أوضح أيضا أنه من بين حوالي ثلاثة مليون ملف محتفظ بها في أرشيف الدولة إسرائيل تم فتح حوالي 550 ألف ملف فقط أمام الجمهور بتأخير زمن يساوي أكتر من ألفين سنة يعني ممكن أن هما يتلعبوا فيه وفق تقديره أو أن هما يمسحوا هذه الوثائق وفق تقديره طيب إحنا كده عندنا تسريبين إسرائيليين يعني إحنا هنقرأ الأخبار بشكل أن هي أخبار يجب علينا متابعتها إشمعنا يعني دلوقتي وبعد كل السنين دي تطلع هذه التصريحات سؤال تاني ليه المسؤول هذا المسؤول يعني افتكر بعد سنين طويلة برضو أنه هو يقول أن إسرائيل المفروض أن هي بلده تكبدت أو عندها مشكلة أن هي دولة بتعمل حاجة اسمها جرائم حرب وجرائم الحرب دي مش حاجة قليلة دي حاجة كبيرة جدا تضر بسمعة ومصلحة الدولة إحنا عارفين بالفعل أن هذه الدولة عدوة لنا من أول الخليقة لغاية آخرها فبرضو يعني حاجات تستحق كده العلامات الاستفهام والوثائق التانية يعني مختبئة في أرشيف الدولة الإسرائيلية وممكن تطلع بعد كده المسؤول في البلهد اللي زي دي ما بيطلعش يقول الحقيقة إلى بعد ما يتشال أو بعد ما تحصل مشكلة أو بعد ما يحس أنه هو يجب أن يعاد إليه النظر مرة تانية طيب ترجمة نانسي قنقر